حذر رئيس الأركان الأمريكي شارلز براون حذر من نشوب صراع أوسع في المنطقة بمشاركة إيران وميليشياتها إذا هجمت إسرائيل وحزب الله وعرضت وجوده للتهديد ولكن رئيس الأركان الأمريكي عاد وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله هذا وأضاف أيضا أن إيران قد تقدم دعما لحزب الله اللبناني أكبر مما قدمته لحلفائها منذ بدء التصعيد بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر